وارجعنا لحضراتكم مرة تانية على هوا مباشرة ومكملين معاكم باقي فقرات نهارك سعيد وبعد أكتر من 70 سنة في خدمة النظافة للعاملين بمجال جمع ونقل وتدوير القمامة بالقاهرة تم إشهار النقابة المستقلة الأولى لهم في مصر وذلك نتيجة تعاون بين جمعية روح الشباب لخدمة البيئة بحي منشية ناصر وبين الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي الذي قدمت دعم الفني لاستكمال الأوراق واللواقح وإتمام إجراءات التأسيس وبكرة كمان هيقام احتفال كبير بمنطقة الزرائب منشية ناصر لاحتفال بإنشاء أول نقابة مستقلة للعاملين في مجال النظافة والتجميل وحماية البيئة عشان نتعرف أكتر على النقابة وعند دورها وزي يقدر كمان يكون دورها فعال وإيه الخطة بتاعتهم وإيه أهم نادر نقول الملامح الموجودة والنقاط الموجودة على أجندة النقابة هيكون معنا المناضر العمالي الأستاذ سيد عبدالراضي مستشار النقابة وعضو الحزب المصري الديموقراطي سبعة لخير يا فندم أهلا يا فندم أهلا بيكي وأستاذ عزة نعيم جندي رئيس النقابة المستقل العاملين في النظافة والتجميل وحماية البيئة سبعة لخير يا فندم سبعة لخير يا فندم في البداية مبروك على إنشاء النقابة الله يدارك وخليني بقى نتعرف أكتر على إزاي جت فكرة إنشاء النقابة العاملين في حماية البيئة والنظافة والتجميل نحن من 2005 يعني وأنا وآخر يعني نسع مع عمال النظافة واتضح لنا إن هم أصلا ما بيحصلوش على أجر وبناء عليه يعني ما بيحصلوش على الأجر ولا الأجر بسيط قوي لا 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 هما في شركات بتتعاقد وطيق بضت شركات أجنبية شركات كلها أجنبية وأنا عشان هسيب أخويا نعيمي هيتكلم عن القاهرة أنا هقولك مثلا على محافظة السويس لأنها صغيرة محافظة السويس عدد سكانها ستمائة ألف بالكتير ستمائة وخمسين ألف اللي بيقوم بالنظافة الشركة كويتية يعني الكويت بتنظف السويس وتأخد الأجر والشركة أنا طبعا مش هتكلم في حق الشركة لكن المحافظ في سبيله الإلغاء التعاقد الشركة كانت تاخد 13 مليون جنيه في السنة وهل كنا بنشوف نتيجة بعد الفلوس دي كمان؟ لا 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 إنهائية والعمل المصري إيه دور؟ لا 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 هي كانت تروح تتعاقد مع أصحاب المصانع وكان اللي كان بيسمى زبال بعد كده إحنا لازم نسميه عام النظافة عشان يعني ما يبقاش ما بيخدش أجر كمان وما يبقاش معتز بنفسه وبكرمته هو عام النظافة وهو يعني بينظف لنا بلدنا يعني هاتسمعي من نعيم لكن الناس وعدوا في السويس إذا المحافظ كان جاد في قراره ويلغى التعاقد مع الشركة الكويتية يعني يتعاقد مع شركة مصرية بنفس المبلغ اللي بتاخده الشركة الكويتية وقدروا أنه يسمح للناس في الأحياء تنتخب لجان شعبية للرقابة يعني يبقى مسؤول عن الشارع ومسؤول عن الراجل اللي بينظف عشان يعرف يحسبه عشان يعرف يجيبه ويقوله فيه ورقة واحدة مرمية في الشارع بتاعي إنما المركزية صعبة يعني لما نقول يا محافظ المدينة يعني يا قزرة المحافظ مش هيجري وراء عشرات الألوف من الزبالين يشوفهم ليه ما بيشتغلوش وبالإضافة لأن القضية منهاش قضية تهدد أمن حد أن كل شارع يختار شاب أو ممثل له ويستلم العامل المسؤول عن النظافة وهو مش هيحتاج أنه يروح يحاسب هي عتنظف بلدنا لازم يبقى عندنا مش على ماليزيا وتركيا وكده مصر دي المفروض البرازيل بدلوقتي بتتخطى بريطانيا نحن لازم يبقى طموحنا أكثر من البرازيل النقابة بقى قائمة بمشروعية الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر وصدقت عليها اتفاقيات منظمة العمل الدولية والتصديق على اتفاقيات الحريات النقابية يشمل حق النقابة في أنها تدعو أعضاءها للإضراب والإعتصام والتظاهر وإحنا بنترجى بنقول اسمحونا النظف يا إما سنستخدم أسلحتنا المشروعة في إجباركم على أنكم تسمحونا النظف طيب كويس أنا عجبتني أن نستخدم حقوقنا المشروع عشان ننظف مش هشنا أي حاجة تالي لا 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 دي حاجة مهمة جدا سننتزع إنا نحن ننظف بلدنا أصلا دي بلدنا فعلا مش هزينا أي حاجة لا 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 سننتزع لأنه هو يبدو أن الجهاز البيروقراطي الموروث من النظام السابق زي ما قال ناس كتير هما في السجنة دلوقتي بأنه في المحليات الفساد للركب زي زكريا عزمي إحنا بقى اللي شايفين الفساد بقى مش للركب الفساد في المحليات فاق الركب وإحنا مش عاملين نقابة وبنتكلم عن مشروعيتنا لكن إحنا بنقول احذروا هننظف القهارة واللي هي قدامنا هنستخدم أسلحتنا إحنا ورانا مية وعشرين ألف عامل ما عايزة عرف العدد في النقابة قدقي واللي هي فئة معينة المية وعشرين ألف ممكن كانوا يعني ينضموا مرة واحدة بس إحنا التدريج إحنا قدمنا العدد المناسب وانتقينا العدد المناسب ده لأننا كنا متوقعين أنه ما يتوفقش فكنا إحنا انتزح حقنا في التنظيم لكن إحنا وجدنا تعاون من وزارة القوى العاملة ما لقناش مقاومة إحنا مشروعيتنا زي ما قلت لحضرتك كمان كانت في الدستور دستور بيدي الحق للعمال ورجال أعمال حق في إنشاء النقابات طبعا ليس لها دور سياسي ولا تطمح لأي جزء من السلطة نهائي خلينا نيجي بقى أستاذ نعيم هو بقى لا يحكي لك بقى بالتفصيل أنا أعرف كتير بس هو أولته أنا عايز أعرف ليس ما تهوه النقابة النقابة المستقلين عاملين في النظافة وحماية البيئة وعايز أعرف عدد المشتركين في قد إيه ودورها إيه إحنا من زمان بنخدم مصر بنخدم القاهرة تحديدا إحنا فعلا زي ما قال الأستاذ سيد 120 ألف مواطن مصري بيعيشوا حوالين مدينة القاهرة الكبرى في ست مناطق أكبرهم منطقة منشية ناصر اللي هي تتبع محافظة القاهرة لكن إحنا موجودين برضو في الأليوبية والجيزة وحلوان فإحنا في حزام كده حوالين القاهرة الكبرى بنخدمها بقى أكتر من 60-70 سنة إحنا ليه سمينا نفسنا النقابة العاملين بمجال النظافة والتجميل وحماية البيئة من التلوث لأن إحنا فعلا كده إحنا ناس بننظف مصر وإحنا ناس بنحب بلدنا وعيب قوي زي ما قال الأستاذ سيد آلي والكوايتة في السويس أو الطالينة والإسبانيين هنا وياخدوا فلوس وتطلع برة وتروح للدول التانية دي في حين إن مواطنيننا والمصريين والشعب المصري ما بياخدش الفلوس دي وما بيقودش علينا العائد وما فيش دورة الرأس المال داخل مصر وأموالنا بندفعها وتروح باري يعني القاهرة الكبرى بيبقى فيها الجيزة بتدفع 60 مليون جنيه للشركات الأجنبية ده مبلغ مهول جدا طب ليه إحنا عاملين في نظافة وتجميل وحماية البيئة لأن إحنا كمان بنعيد تدورة القمامة آه ما ده شيء مهم جدا أنا كنت سامع من شوية في البرنامج على الصناعات الصغيرة والمتوسطة وهي دي المستقبل لكل الدول النامية واللي نفسها تبقى دول نهضة لو بصينا بص سريع على دول شرق آسيا في العشرين سنة اللي فاتت كلها نهضت وقويت بفضل الصناعات الصغيرة والمتوسطة ده اللي احنا بنعمله بقالنا أكتر من 30 سنة في مصر عندنا ورش صغيرة ومتوسطة بتعيد تدوير الورق والبلاستيك والمعادن والصفيح والحديد والنحاس والألمونيا وبتغذي بيها مصانع كبيرة في مصر في العاشر من رمضان وستة اكتوبر والعبور ومناطق كتير قوي في الصناعات الصغيرة حوالي المصر احنا كمان بنوظف بنجمع احنا الوحيدين في العالم اللي بنجمع القمامة من قدام باب الشقة مفيش حد في العالم بيطلع فوق احنا جاميع القمامة بتاعنا بيطلعوا فوق وانتو تعودتوا على كده كسكال القيارة طبعا ومبسوطين واحنا مبسوطين ان احنا بنقدم الخدمة دي بس عايزين يا دولة تمدي اديك في ادينا وتتعاقدي معنا احنا بقى بدل ما تتعاقدي مع الاجنبي طيب وعايز اعرف كمان ايه الخطة اللي موجودة اه ولا هتكون فعالة ان شاء الله عشان النقابة يكون لها دور فعال اه النقابة والمقلوب من احنا كمان كمواطنية عشان نقدر نساعدكم حاضر يا فاند النقابة قبل ما تتعامل بجهود الحزب المصر الديمقراطي الاجتماعي والاستساد كان معانا خطوة بخطوة كنا بقالنا فترة كبيرة اوى اكتر من سنتين بننظم الزبالين داخليا اللي بيتقال عليهم زبالين وعلى فكرة الكلمة دي بتدقي الاستساده بتدقي ان انا شخصيا لان انا احدى بناء الزبالين بس بتدقي اني ليه لان احنا لا نزبل نحن لا نصنع قمامة نحن نجمع القمامة فبالتالي سميناها نقابة العاملين بالنظافة والتجميل وحماية البيئة ننظف ونجمل ونحمل بيئة من خلال اعادة التدويل فبالتالي الذي يزبل هو الذي ينتج القمامة ده صحية مش هقول ان اهل القاهرة لا هما برضو احنا ده عليكم دور الدور بتاع حضراتكم ببساطة جدا الحلم بتاعنا انه في الفترة اللي فاتت دي عملنا اكتر من عشرين شركة من الزبالين الدولة كانت دايما تقولي دول غير رسميين انا بكره كلمة عشوائيين انا بسميها لا رسمي لانها حتى بالانجليز اسمها informal فاحنا كنا لا رسميين لان ما كانش معنا ورق رسمي رحنا جمعين كل عشرين جامع قمامة مع بعض وعملنا لهم شركة بيدفع ضرائب وتأمينات وعنده عمال وعربيات فانا جاهز اهو يا دولة انت مش عايزة شركات رسمية مش عايزة ورق وعايزة ورق وشركات صح وبعربيات مظبوطة ومتغطية وتجمع كل يوم وتاخد القمامة مش ترميها في المقلب وتحرقها وتبوزها وتبوز بتربة الأرضية أو المياه الجوفية أو تبوز الجو لا ده بتعيد تدور تمانين في المهم من الزبالة احنا بنجمع يوميا تسعة تلاف طن من قدمة القاهرة كل طن بيولد اتناشر وظيفة خمسة وظائف مباشرة اتنين بيجمعوه تلاتة بيفرزوه وسبعة وظائف غير مباشرة اللي في الورق واللي في الإزاز وبنغز مصانع المناطق الصناعية بأكتر من حوالي 2000 طن قمامة يوميا بتروح للمصانع دي ده حتى الصينيين بيجوا يستوردوا من عندنا ودي كارثة كبيرة ان شاء الله نقبح حتى أمل كبير ان كمان الصناعات التكبيلية يعني احنا الصناعات الصغيرة بتبقى عندنا لأن نجيب التكنولوجي ونصنع هنا في مصر البلاستيك البيتي بدلا من نوديه للصين والصينيين يستفيدوا بي احنا خطتنا ان الدولة تتعاقد معنا تقسم القاهرة الحوت الكبير دي لأحياء صغيرة كل حي يبقى في لجنة شعبية هي اللي ترقب شغلنا بلاش هيئة النظافة ترقب شغلنا يمكن فهية النظافة في موظفين ضميرهم تعبان بياخدوا رشوة لما المجتمع وحضرتك رأبيني وتقولي شغل الشركات النقابة المصرية للنظافة والتجميل ماشي صح خير وبركة مش ماشي مزبوط أتجازة وتعمل عليها لأحقاب المزبوط لأننا زي ما أنا هقدم خدمة هاخد قدامها مقابل فطالما باخد مقابل يبقى لازم أقدم خدمة كويسة الشركات دي نفسينا هتتتعاقد مع المحافظة أنت يا مواطنين يا مصريين كنت حاجة بتقوليلي عايزين منكم حاجة بسيطة بس الزبالة في البيت رموها في كيسين بدل كيس واحد بوائل أكل في كيس وبقيت الزبالة التانية في كيس ليه؟ الجامعة الخمامة بتوعنا في النقابة الجديدة منظمين ومدربين أنهم قسمين عربيتهم نصين يحط بوائل أكل في نص العربية اللي وراء واللي مش أكل في قدام ويطلع على مصنع سماد هتبقى النقابة بتتعاقد معاها مع الدولة يرمي بوائل أكل هناك يبقى سماد عضوي بلدنا عايزة زراعة بنستورد 60% من أكلنا طب ما احنا هننتج سماد عضوي عندنا أكتر من 6.000 طن نسبالة في اليوم بتتحول لسماد عضوي طب ليه ما نحولهاش وننتج أمحنا ودقيقنا وزرعنا ودرعنا ونبقى بلد هي اللي بتنتي الغذائها بدلا ما نستور واللي مش أكل هيروح للورش اللي قرد إحنا بنطورها مع وزارة البيئة وبنرخصها وبنقرن وضعها عشان تبقى هي مستقبل مصر كصناعات صغيرة متوسطة وتودي صناعات غذائية للمصانع الكبيرة طب يمكن ده على مستوى النظافة البيوت والشوارع والمحلات أو بالنسبة للشوارع فعلا بقى الشوارع برضو عشان دي هل برضو في خطة معينة هل هيكون فيه زي ما بنشوف برا ان هيكون فيه مكان ان النفس القصة ان لو عايز ترمي إزاز لو عايز ترمي زبالة معينة يعني عايز عفل الخطة في الشوارع موضوع حضرتك ان نبقى زي برا برا بيعملوا كذا كونتينر لا دي بلدنا لحد ما شعبنا مطحول وشغال ومشغول وشوارعنا كمان ديقة احنا بنقدم خدمة من قدام باب البيت من قدام باب الشقة وانس ان احنا جمعنا من قدام باب الشقة اللي هيرب في الشارع مين اللي ماشي في الشارع بزبط اللي ماشي في الشارع نحط له برضو تو بسكت سهلوين كده واحدة لونها اخضر وملزوعة عليها ستيكر وبيقول لحط بابا الاكل هنا لو باقوا يسندودش ولا حاجة بزبط صح كذا واحدة تانية لونها رماضي وعليها ستيكر بتقول حط بقى الزبالة هنا وبيتعدى عربية مخصوص تتلقم مع الشوارع لو الشوارع دقيقة تبع عربية صغيرة لو الشوارع كبيرة تبع عربية كبيرة وتأخذ الحاجة دي برضو مفصولة وتطلع بيها على الصناعات بتاعتها أستاذ زيد لي عايز أعرف من حضرتك كمان الفوائد اللي هتعود على المشتركين في النقابة عضاء النقابة بالزبط عضاء النقابة أولا هم كمواطنين عاديين وقع عليهم ظلم بالزبط عشان كده عايز أعرف فوائد خيف يعني لكنهم عندما يصبحوا قوة مية وعشرين ألف مش للإضرار بالآخرين إنما يستطيعوا أن صوتهم يوصل بدليل أنكم يعني استدعتونا عشان نتكلم في التلفزيون عندما يكتمل المية وعشرين ألف بإذن الله القرار اللي في مصلحة هذا الوطن سننتزعه سننتزعه ليه نقابة؟ نقابة بتضمن لي أن أنا لم أعمل أستخدم حق الأصام والإضراب والتظاهر السلمي المضموم بالتفاقيات دولية محدش يقدر يتهمني بالتخريب أو أن أنا في قوي أنا نقابة شرعية وعندي أدوات يعني مؤسرة توجع يعني وأستطيع بها أستطيع بها تصويب تصويب يعني الأمور دلوقتي بعد الثورة المفروض تمشي بالعكس اللي كان المفروض الحكومة تعمله عشان تنهض بهذا الوطن أنا بطالب الشعب هو اللي يعمله ويلزم الحكومة ويجبر الحكومة أشكرك أشكرك طيب كمان هل حالك كنت شايف أنه ممكن تؤسس هذه النقابة قبل الثورة؟ كانت ممكن؟ لا 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 أتؤسس نص لأن أنا كنت جندي مجهول في نقابة الضرائب العقارية اللي اعتصموا أمام مزارة المالية تحت خيام تحت خيام مدام ذكرتي الحزب الديموقراطي الاجتماعي تحت خيام مملوكة لحزب التجمع اللي هي نقابة كمال أبو عيطة وأنا عضو مؤسس في اتحاد أصحاب المعاشات اللي احنا عشرناه بالاختار ما رحناش لحد قلنا له هنعمل نقابة لأصحاب المعاشات هم اللي شافوا قوة نقابة أصحاب المعاشات وهم اللي جم قالوا لنا تعالوا نخليكوا نقابة هم اللي قالوا لأن احنا زي ما شفنا ما حدش بيدي حد حقه القانوني طواعية بس فهذه النقابة الجديدة دي قوية وهي ممكن تبقى التالتة بعد نقابة ضرائب العقارية ونقابة أصحاب المعاشات والنقابة دي طب سريعا كده عشان وقتنا قرر بيخلص ازاي نقدر نفعل دور النقابة يعني احنا بعد الاحتفال هنبعت جاوبات لكل المسؤولين نقول لهم طلباتنا انت بتدي الأجنبي انا هاخد منك نفس المبلغ صح كده وانا انت مش عارف ترائب الأجنبي انا هعمل العكس فقه ازا كانت لحزابها بتشتغلش احنا اللي هننزل نحرض الشعب يعمل لجان ترائبنا صح كده وهنسلم كل شارع العامل المسؤول عن نظافة ونقول لهم وهنعمل مدونة سلوك مدونة السلوك دي بتقدمها الشركات المحترمة طواعية وتعرضها على المستهلك احنا هنعمل مدونة سلوك ونمر تريفونات والولد او الاقصد العامل زميل العامل اللي هيبقى مسؤولة عن شارع وهيشتيك منه الناس بالتريفون تاني يوم يروح ويجي غيره طبعا لانه احنا هنخليه محترم ولابس محترم وبيقبض محترم وبمبلغ اقل من اللي بتدفعه الدولة دلوقتي للاجنبي وهذا عهد يعني وتحدي خليهم متجربوا كده والشعب شاهد علينا يعني ان احنا مبنجدبش بإذن الله بشكر حضرتك وبشكر روحك الحماسية كمان حماسيتني كمان النهاردة لا انا عملت اكثر من اضراق فالعيز الصلبة ومعارفين انا ما اقولش كلام كده يعني لا خالص خالص مش الموضوع المتجم بس يعني فكرة ان السيادة للشعب وان الشعب هو حضرتك احنا لسه على هوا احنا لسه على هوا جمال عبد النصر اللي كان يخيف الجميع احنا تظهرنا سنة تمانية وستين وخلناها اعاد محاكمة الزباط سلاحة طيران على ناكسة سبعة وستين بعد ما صدرت احكام فعلا بعد ما صدرت احكام معجبتناش احنا نزلنا خلينا الرئيس جمال عبد النصر اعاد المحاكمة تاني واحنا بنقول برضو المحاكمات اللي شغالة اخر حلاوة وضمانات وحق الدفاع مكفول اكتر مما قالت الدنيا اذا صدرت احكام وده برا الموضوع معجبتش الشعب المصري حنعيد المحاكمة تاني شكرا يا فندم كان معنا المناضل العمالي مستشار النقابة السيد سيد عبد الراضي عضو الحزب المصري الديمقراطي نورتنا يا فندم وشرفتنا واستاذ عائزة نعيم الجندي الرئيس النقابة المستقل العاملين في النظافة والتجميل وحمية البيئة بشكر حضراتكم واتمنى لكم التوفيق يا رب ان شاء الله واحنا معاكم وان شاء الله احنا كمان دورنا كمواطنين احنا في اي وقت تابتكم في اي وقت واحنا معاكم واحنا معاكم بالزبط ومتشكرين شكرا ننتقل في اصل من كامل معاكم باية فاكرات نهارك سعيد خليكم معنا